اسم الدرس التأثيرات السلبية على حسة الإبصار الهدف تعرف التأثيرات البصرية المزعجة وكيفية الوقاية منها 1- أبحث أذكر الأمراض التي ما تزال تصيب حسة البصر من الأمراض التي تصيب حسة البصر نذكر الرمد نقص النظر أو طوله فقدان البصر أبحث عن الأسباب التي أدت ببعض الأشخاص إلى استعمال نظارات طبية يعود استعمال النظارات الطبية لدى بعض الأشخاص إلى إصابتهم إما بقصر النظر أو بطوله وتعتبر النظارات وسيلة لإصلاح مشاكل النظر عند الكثير من الأشخاص إضافة لذلك فهي تستخدم لعلاج بعض حالات الحوال أو بعض العمليات الجراحية فتحمي العين من أشعة الشمس المباشرة أو وهج الضوء القوي الذي يزيد من حساسية العين تقل عينين من الأتربة والغبار المتطير في الهواء الجوي تجعل الرؤية أوضحة بمرتين أكثر لكبار السن أو للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكتابة إثنان الإشكالية لاحظت الأم عندما نظرت ذات صباح إلى ابنتها أن عينيها محمراتان وهي لا تكف عن فركهما أطرح تساؤلاً مناسباً أجيب عن التساؤل وأذكر بقية أعراض المرض الذي أصاب نادياً تظهر أعراض الرمض على شكل حمرار وتورم في إحدى العينين أو كلتهما يصاحبها زيادة في كمية الدموع وقد يرافق هذه الأعراض أحياناً ألم وكذلك حكا شديدة مؤذية خصوصاً في ساعات الصباح الأولى أربعة أتثبت تعود الإنسان على غسل وجهه صباحاً بالماء والصابون لماذا؟ من أسباب غسل الوجه بالماء والصابون التخلص من الجراثيم المتراكمة والمهددة للعين بدرجة أولى كذلك لإزالة الشوائب والوقاية من الأمراض هل حدث أنك جلست وقتاً طويلاً أمام التلفاز أو الحاسوب؟ بماذا شعرت عندما نهضت من أمام الشاشة؟ نعم، جلست لساعات مطولة أمام الكمبيوتر أحسست بصداع وحك في العينين مصحوباً بعدم وضوح الرؤية تأمل الصورة وقدم نصيحة لهذا الرجل حتى يحمي عينيه كان من المفترض أن يقوم هذا الأخير بارتداء قفازتين حماية ليده ولأي تأثير جانبي عند لمس عينيها أو فركهما كما توجب عليه وضع نظارة واقية تجنباً لأي ضرر قد يصيب بصره نتيجة لذلك التفاعل الكيميائي الذي يقوم به هذه أعراض مرضين يصيبان حاستي البصر واللمس أصنفها في جدول ارتفاع في درجة حرارة الجسم تورم الجفون انتشار حبيبات على كامل الجسم رؤية مضطربة نقص في الشهية في الأكل احمرار العينين أعراض أمراض تصيب حاسة البصر تورم الجفون رؤية مضطربة احمرار العينين أعراض أمراض تصيب حاسة اللمس ارتفاع في درجة حرارة الجسم انتشار حبيبات على كامل الجسم أخوك مغرم بالاستماع دائماً للموسيقى الصاخبة بما تنصح؟ علل إجابتك لا يجدر بك الاستماع دائماً إلى الأصوات الصاخبة لأن ذلك يضر بطبلة الأذن فينقص السمع ستة أعلم العين عضو حساس معرض إلى إصابات مختلفة كصدمات العين والحروق والجروح ومرض الشعيرة والرمد سبعة تعلمت تأمل الجدول التالي واستعم به لصياغة فقرة تحوصل فيها ما تعلمت خلال الدرس العين الوظيفة رؤية الأشياء التأثيرات السلبية مرض الرمد الضوء الشديد تساهم عدة عوامل في التأثير على حسة البصر من أهمها تطاير الجسيمات الدقيقة المعدنية أو الزجاجية تعرض العين إلى الاستضام بالأدوات الحادة إصابة العين أو تعرضها إلى المواد الكيميائية وتعرض لأشعة الشمس ولوقاية العين من الإصابات اليومية التي يمكن أن تسبب العمى يجب الامتثال لهذه القواعد الوقائية ترشيد استعمال المنبهات كالحاسوب والتلفاز اختيار النظارات الشمسية الملائمة للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية اختيار النظارات المناسبة عند العمل في المهنة التي تتطاير فيها بعض الجسيمات الدقيقة المعدنية أو الزجاجية 6- أقيم مكتسباتي تأمل المشهد واذكر الأخطار التي يمكن أن يتعرض إليها هذا العمل الأخطار التي يمكن أن يتعرض إليها هذا العمل تطاير الجسيمات الدقيقة المعدنية وإحداث ضرر في العين 7- أسئلة للتوسع يمكن للمصابين بالعامى تعلم الكتابة والقراءة وبلغ أعلى درجات المعرفة هل تعرف طريقة تساعد على ذلك؟ ماذا تعرف عنها؟ نعم، لفاقد البصر الكلي الإمكانية في تعلم الكتابة والقراءة وبلغ أعلى درجات المعرفة وذلك بالاعتماد على لغة المكفوفين أو ما يعرف بطريقة برايل الذي جعل الحروف رموزاً بارزة على الورق مما يسمح بالقراءة عن طريق حاسة اللمس ترجمة نانسي قنقر